توسل بسيدنا صلى الله عليه وسلم حكم التوسل بسيدنا النبي مستحب ليه الطيرات المتشددة ودي من المسائل اللي احنا ممكن نعمل عليها برامج بعد كده الطيرات المتشددة المتفسلفة اللي عامل نفسها متبع السلف وغيره والمتطرفة جم وعندهم مشكلة يظهر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فايه كل حاجة مع سيدنا النبي كده فيها ان انت عاوز تقرب له فيقول لك لا ده ما وردتش لا ده مش عارف ايه كل حاجة دي مدروسة هنجيب هذه الامور وهنعملها في هيئة اسئلة عشان نعرف الناس الزيطرات المتشددة دي المتطرفة رسخت عند الناس امور على انها حرام وهي ليست بحرام كان بيعملها اباؤنا واجدادنا على ما اسمع ومرأة من العلماء المعتبرين والعلماء مألفين فيها كتب اذا لم تتوسل بسيدنا النبي اتتوسل بمين واحد يقول لي هتوسل باعمالك هو انت اصلا على يقين من قبول عملك انما انت على يقين من ان هذا السيد المكمل صلى الله عليه وسلم هو العبد الاول هو سيد الاولين والاخرين فهنا علينا مستحب عند العلماء ان يتوسل الانسان بسيدنا النبي يتوسل يعني ايه عشان الناس يفهم يعني ان انت بتسأل ربنا اني تحقق لمسألتي دي بجاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او ببركة سيدنا النبي او بحبك لسيدنا النبي يبا أنا بدخل لسيدنا النبي دي شفاعة باب من باب الشفاعة يبا لما باب من باب الشفاعة ده أنت اللي بيقول كده اللي بيقول كده بيروح يتوسط عند البشر العاديين لواصط لابنه أو لأخوه بتاع بيتوسط يقول له عشي خطر فلان وللكرت بتاع فلان تيجي لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم ونقول ما ينفعش التوسل هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يوم القيامة صلواته الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم بولونا شكر الله لك ونلتقي دائما على هذا الخير وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم